بسم الله الرحمن الرحيم انا شغال حددت كل غرفة هتاخد كمية سي فيما دي او كم لتر بر ساكند فببدأ بقى اشوف بعد كده القيم دي هحطها ازاي في الارتر من اللي عندي يعني انا مثلا حددت دي ان دي القيم بتاعتها كاس بيس هتاخد كم ايرفلو كم لتر بر ساكند خمسة واحد وخمسين طيب انا عندي كم مخرج الهوى عندي ستة طيب الستة دول دي مثلا مية وخمسين طيب المية وخمسين دول يبقى كده الرقم مش متنسب فاعمل ايه هستخدم امر الدينامو هشوف الغرفة محتاجة دي كم لتر بر ساكند ويسمع عدد الارتر من الموجودة في الغرفة ديت فبكل بساطة هاجي هنا من المانج هقول له دينامو شغال الدينامو اللزب جاهز بس نحاول نبص فيه كده مع بعض بحيث نفهمه بحيث لو عايزين نعمل حاجة نعدل فيه او نعمل حاجة تانية نبعارفين الفاكهة بتاعته ارتر من الفلو هيشوف الاسباس فيها كام قد ايه هشوف كل الاسباس اللي موجودة في المشروع وبعد كده يحطوهم في لستة فكل واحدة فيهم بتطلع في لستة لوحديها فباستخدم امر الفلاتن بحيث بكلهم في لستة واحدة وبعد كده في عندي حاجة اسمها قلي منتجة برامتر فاليو يعني هاخد القيمة معينة من الكاتوجر اللي هي الاسباس فانا بدور في الاسباس على قيمة اسمها سابسفايد سابلاي ايرفلو وبعد كده يشوف عندي كام اير ترمينال في كل اسباس واسمعنيهم بحيث ان انا مثلا لو انا عندي خمسة اير ترمينال بقى سمعه على الخمسة اوات فيه كود بلوك اوات ان انا هاخد الكام الاسباس هاسمعه على العد الار ترمينال والرقم اللي هيطلع هحطه فيه خاصية اسمها فلو والاير ترمينال عند حاجة اسمها سابس برامتر يبقى بزبط برامتر معين في الكاتوجر اللي اسمها اير ترمينال كيمة الفلو بحط فيها القيمة اللي تطلعت له هنا بقى هاجه يبص كده نفس الار ترمينال اللي احنا كنا علمنا عليها من شوية تمام لان الفلو واحد سعين بوينت التمانية تسعة ده كيمة الار فلو بتاعت اللي اسباس ديت مقسومة على عددهم فمنطقيا لما اجي هنا اللي هي نفس الرقم لان هي موجودة في نفس اللي اسباس الداينامو ده هتلاقيه تقدر تحمله من اسفل الفيديو على اليوتيوب اشتركوا في القناة